في المسحية الله قدوس يعني مهم جدا ولأن الله قدوس ما بيتجاوب مع المكر ولا الخطيئة ولا الشر ولا أي خداع خيانة أو غش لأن الله طاهر قدوس عيناه أطهر من أن تنظر الشر عمل القداسة كمان الله بيعمله مكتوب وإله السلام يقدسكم بالتمام في تسالونيك الأولى إصحاح 5 آية 23 إله السلام في بركة في عبرانيين 13 آية 20 إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا روميا 16 آية 20 في سلام اللي بيتكلم عنه الرسول بولوس وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم يعني فيه جارد فيه حماية فيه حرص فيه حفظ يعني من خلال يكون فوق كل تصور كل وصف يعني إله السلام الذي يفوق كل عقل كل تصور كل وصف وإله السلام يكون فيكم في آية 9 بنفس الرسالة رسالة فليبي في رسالة كلوسي وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليهم إليه دعيتم نحن دعينا للسلام دعينا في جسد واحد وطبعا بيكملها كونوا شاكرين كلوسي إصحاح 3 والرب يسوع نفسه يعني لما تكلم بالتعليم على الجبل في التطوبات قال طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون يعني شوف الفرق بين الآيات اللي اقتبستها بين أنت بتقولي عن مكر وعن خداع وعن خيانة يعني الله اللي بنتكلم عنه مش مهزوز ولا هاش هو إله عظيم إله قوي